عندما يحلق النسر الاهلاوي عاليا ليقتنس البطولات فكل اتحية لرجال النادي الاهلي للكرة الطائرة الذين ظهروا باللقب الثامن للبطولة العربية للاندية للكرة الطائرة عندنا كواليس كتير عندنا حكايات كتير عن التمن بطولات العربية للاندية للكرة الطائرة اللي حصل عليها النادي الاهلي واللي هحكي لنا عن الكواليس كل الكواليس معنا كابتر خالد أبو زينة المدير طبعا مدير فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي ما أردونا كابتر الله يخليك إزاي حضرتك الحمد لله بخير ربنا يكرمك وبنشكر قناة الأن أنها أتحت لنا الفرصة أن احنا نتواجد عشان نشرح للسادة المشاهدين لا احنا اللي بنشكر حضرتك وبنشكر طبعا يعني فريق نادي الأهلي على الأداء الرائع الله يحفظك وعلى البطولات اللي شرفت مصر ورفعت اسم مصر أهم حاجة 8 نسخ وال8 نسخ حضرتك كنت متواجد مع فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي صح البداية من 87 أنت جبت الكواليس بقى آه ده احنا هنحكي بقى وهنعرف بقى التفاصيل بالزبط أنا من 87 حضرتك كنت إداري الفريق تمام وبعدين 2001 و2002 و2004 و2006 و20010 و2020 مدير الفريق آه مدير إداري تمام و2023 أنا مدير الفريق أول بطولة دي كان قصة كبيرة جدا اللي هي سنة 87 الأردن آه إيه بقى كان رئيس البعثة معنا كابتن عدلي قياعي تمام والبطولة دي كانت في الأردن والبطولة دي احنا سفرناها وإحنا نقصيم خمس لعيبة في المنتخب خمس لعيبة بتاع المنتخب كانوا مع المنتخب كانوا مع المنتخب واللي اتحاد رفض ساعتها يدينا اللعيبة آه فسافرنا بالقوام بتاع الفرقة المتبكة تمام والحقيقة أول ما سافرنا للأردن تاني يوم الكابتن منضوحه سمعين تصوت آه فأصبح عندنا مشكلة كان ساعتها الكابتن أحمد الشاموتي كان غادر مصر وكان راح اشتغل في الإمارات فالحقيقة الكابتن عدلي اتصل به هو العقيد المحوم مجد عبد المنم كان مدير إقداري تمام والحقيقة جيه الطيارة اللي نزل بيها منضوح بعدها بساعة أنا استقبلت أحمد الشاموتي عشان يلعب في البطولة وهو كان مبطل كان سافر ومبطل بس ما كانش بقاله سنة تمام بس هو المعروف عن ولا وبرده أفنتم يعني ايه لا المعروف عن الكابتن أحمد الشاموتي انه هو كان بيلعب بيش تمام فكان لياقيا جهز كان حالو جدا باخد بال حضرتك فالفرقة كانت ستة ستة لعبة بس ستة لعبة تمام فحضرتك عملوا الدوري احنا كنا سبع فرقة اتعمل دوري دوري من دور واحد تمام واول ماتش قابلنا يعتبر أقوى فرقة لأهل جد تمام وبعدين توالت الماتشاط لغاية آخر ماتش ايه صورة صورة البطولة كده والعيبة طبعا سنة سبعة وثمانين بطولة العربية في الأردن كان اللي ماسك المديري الفني القانون لا اسمح لا لا احنا كنا مسافرين اه اتناشر لعبة تمام لكن اللي في الملعب قوم الفرقة اللي في الملعب الاساسيين هما الست اه وضفنا عليهم الكابتين احمد الشاموتي فبقى هي دي التغييرة اللي هي الزيادة تمام اللي واخدين البطولة والحقيقة احنا كسبنا 3-0 وده دايما اللي بيتقال الاهلي بمن حضر بالزبط روح روح لعيبة الاهلي يعني هي كان بطولة قوية جدا اه وكان فيها فرق قوية جدا يعني فريق قزمة الكويتي الاهلي اه اهل جده حضرتك قلتلي واهل جده وحضرتك رشيد العراقي رشيدة يعني العراق كان ساعتها فريق قوي جدا تمام واخد بالحضرتك وكان منتقب وقوي جدا ففيه خمس فرق قوي جدا تمام ندخل على 2001 في الاردن برضو في الاردن برضو اه دي بقى قصتة قصة تانية تمام ان احنا كنا خسرانين بطولة افريقيا هنا في مصر بتاعت الكوس تمام والحقيقة حصل كده مشاورات ان احنا نعتذر عن الاردن والحقيقة كابتن حسن حمدي رفض وقال اتفضلوا احنا واخدين موافقة والنادي الاهلي ما ينفعش اعتذر وكابتن سامير عبد الرب ورحمة الله عليه بلغنا ان انتوا لازم تسفروا تمام فاحنا مسافرين واحنا خسرانين من فريق النجم الساحلي ثلاثة اتنين على ارضنا في النادي الاهلي بطولة افريقيا ابطاله كوس حلو اه وراحين الزمالك كان معان فلعبنا فينا للماتش مع الزمالك تمام واخد بال حالتك وكسبنا في الماتش ده تلاتة واحد يعني كان مدير فني كابتن فوق داعب سلام تمام من فريق مش هيشارك اصلا في البطولة اه لان يروح ياخد البطولة ودي كانت فتحة لنا بقى نحنا بعدها اخدنا الدوري واخدنا الكاس واخبال حضرتك في السنة دي تمام وما شاركناش في افريقيا كان في ساحة اللعاك حلو طيب نرجع للتريكة يعني بصراحة الكواليس لا الكواليس اه يعني بتدل على قوة لعبة النادي الاهلي وعلى قوة الادارة في النادي الاهلي في الكرة الطائرة بالتحديد يعني طيب نروح بقى للحديث نحن نظمنا يعني الاهلي خد اه كده اربع بطولات في القاهرة اه مزبوط بالزبط يعني الفين واربعة والفين وعشر والفين وعشرين والفين تلاتة وعشرين الفين واربعة اه والفين وستة تمام والفين وعشرة تمام ده كان السجل الزهبي لفريق ليه بقى 2004 و2006 و2010 حضرتك احنا خدنا دوري وكاس وافريقيا والعرب حيلو جدا تمام تمام اه يعني حضرتك 3 بطولات 2010 احنا كنا خدنا 3 والمفروض حنروح افريقيا وموضوع كورونا حصل فما سافرناش طيب انا سؤالي هنا فندم على الفرق ما بين المشاركات الخارجية وان احنا نلعب بطولة منظمة على الارض مصر لعيبة بيكون مرتاحة اكتر في مصر بس بيبقى عليها ضغط اه تمام انا عايز اعرف كده عليها ضغط حضرتك الاسترس اللي بيبقى موجود عليها واخب بال حضرتك في حتة البطولة على الارضي البطولة على الارضي طب انا هعمل ايه لو يعني التفكيرين بيبقوا تفكيرين في تفكير واحد تمام واخب بال حضرتك لكن من فضل ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا بيكللنا النجاح كويس لنتيجة مسئولية يعني حضرتك لو تشوف الكابتن محمود الخطيب بيقول ايه للعيبة قال ايه لما خسرنا الدوري وكاس السنة اللي فاتت انا مصمم ان انا احكي الكصة دي فضل قال لنا انتو فريق بطولات كون ان حصل دروب ليكو تمام ده مش معناته ان انتو تقعوا ده انت معناتك ان انتو تطلعوا تاني تمام ومعناته ان انتو فريق بطولات لازم تحافظوا على استمرارية دي النادي الاهلي بيبس في اللعيبة بتاعته تمام ان هو ينتصر ان هو يكسب ان يبقى عنده من جوه حماس المكسب يبقى من عنده من جوه الغيرة على الفلنة اللي هو لابسه الغيرة على الجمهور اللي بيشجعه في المدرج اللي جاي واخبال حضرتك قبل المباراة بتلت ساعات مستنى حضرتك علشان يكسب علشان اللقطة اللي حضرتك شايفها دي دايما دايما يعني نادي الاهلي في البطولات الخارجية سواء افريقيا او البطولات العربية بصراحة احنا بتشوف الروح دي في الملعب بتشوفها بتبان في النتائج وفي الروح اللعيبة ولو حتى خسرانين الكامباك اللي بتعامل ده مش لعب لا دي روح بالزبط طيب 2023 بطولة دي البطولة دي لها شوية يعني برضو كواليس كتير وكان لها ظروف في البداية حتى في التنظيم فرق يعني اتتزر وتعادة القرعة وانا هقول لحضرتك بس حاجة قبل ما نكمل احنا كنا عاملين سؤال قبل البطولة تتوقع مين الفرين اللي يفوز بالبطولة كان لسه الفرق ما فيش حد قاعدة لانسحاب والجماهير الاهلوية طبعا اهلة الاهلي الجماهير الزمالكوية نفسها اهلة الاهلي وده يدول على قوة فرين نادي الاهلي كواليس 23 والبطولة في مصر والضغط الموجود على اللعيبة ان هو دوقتي الفرين الوحيد اللي بيمس المصر فلازم يقتنس البطولة والفرقة المشاركة دلوقتي لا الفرقة دلوقتي بقت اه اكتر قوة احنا عندنا غيرة عندنا غيرة فندم تمام ان ما حدث السنة اللي فاتت من محين السنة دي فعندنا غيرة في كل بطولة كابتن محمود الخطيب كابتن محمد مصالحي ربنا يبارك له بعد السوبر قال له انا منتظر الكتير استمر تمام شوف الكلمة دي وصلها لكابتن محمد مصالحي وصلها لكابتن عبدالله عبدالله بسلام كابتن فرقة بتدي دفع ازاي بتدي بوش ازاي طبعا ان 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 ت من جواك يعني عارف الشحز الهمم اللي هو يعني لو انت سبعة بتبقى عشرة ده مش بالسهد ومش بسيط اخذ بال حضرتك تمام زي بطولة افريكا السنة اللي فاتت اؤكد لك بطولة افريكا السنة اللي فاتت لو بيلعب معنا مين بعد الدفع اللي ادهينا حضرته في رمضان على الفطار تاني يوم خسارتنا تمام لو مين بيلعب قدامنا هنكسب عشان هي اللعيبة عندها جالها الاسرار من الموقف موقف مش بسيط وموقف يتحسب لحضرته انا دايما نقول كده والموضوع دوا بيأثر فيها نفسيا انا كمان